الجيش يستبدل طائرات النقل الأمريكية بإمبراير البرازيلية المخابرات تكشف داعيشي بالصدفة كان يخطط لهجوم في فيينا النمسا تهاجم فكرة منح اللاجئين حق الانتخاب رداً على ألمانيا النمسا تمنح خمسة ألاف يورو لضحايا الهولوكوست إغلاق ألفي سرير في مشافئ النمسا بسبب نقص العمالة وسوري يتعرض للتهديد داخل سجن من أفراد عصابة تهريب آخرين تفاصيل النشر على النمسا ميديا أهلاً بكم إلى خبرنا الأول أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر اليوم عزم القوات المسلحة براء أربع طائرات نقل جديدة من شركة تصنيع الطائرات البرازيلية إمبراير بالتعاون مع القوات الجوية الهولندية وأشارت تانر إلى أن هذه الطائرات ستحل محل ثلاث طائرات أمريكية قديمة من طراز هيركوليز سي مئة وثلاثين بدءاً من عام عشرين ثلاثين وأكدت أنه جاري التفاوض حول الأسعار حيث أنه لم يتم تحديد السعر النهائي وعدد القطع بعد ومن المتوقع توقيع العقد في النصف الأول من عام عشرين أربعة وعشرين مع تقدير سعر الطائرة الواحدة بين مئة وثلاثين ومئة وخمسين مليون يورو كشفت الجهات الأمنية النمساوية الأسبوع الماضي عن محاولة هجوم إرهابي في محطة قطار فيينا الرئيسية هاوت بانهوف وكان الشاب النمساوي البالغ من العمر سبعة عشر عاماً ذو أصول تركية كان يخطط للهجوم حيث نشر صورة لنفسه عبر الإنترنت مرتدياً زياً داعشياً وهو يحمل سكين مع إشارة تأييد لداعش حيث كان يريد دخول المحطة وإثارة الفوضى من خلال رمي ألعاب نارية ثم تنفيذ هجومه لكنه تراجع عن ذلك وقالت السلطات الأمنية أنها علمت عن العملية بالصدفة عن طريق مصدر خاص رفض وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اقتراحات الحكومة الألمانية منح اللاجئين حق الاقتراع في الانتخابات البلدية حيث عبر عن رفضه الشديد لهذه الفكرة وأكد كارنر أن الحق في الاقتراع يجب أن يكون نتيجة لعملية تكامل ناجحة بعد الحصول على الجنسية وقد دعمته وزيرة التكامل النمساوية سوزانا راب في هذا الرأي مؤكدة أن خيار ألمانيا خاطئ ويأتي هذا الجدل في سياق حملة انتخابية في ولاية هسن الألمانية حيث قدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي SBD مقترحا لمنح اللاجئين حق الاقتراع في الانتخابات البلدية أعلنت الحكومة النمساوية عن منح خمسة ألاف يورو لضحايا الهولوكوست هذا العام وزيادة صندوق المساعدة لعام عشرين أربعة وعشرين من واحد ونصف مليون إلى ثلاثة مليون يورو وأعربت النمسا عن موقف حازم ضد العنصرية والعداء السامية واستنكارها للخطب والتصريحات التحريضية مؤكدة دور الحكومة في تعزيز الحياة اليهودية ومكافحة العداء السامية وتحويل هذا الالتزام إلى أفعال من قبل المجتمع ويمكن للصندوق النمساوي مساعدة ناجئ الهولوكوست وتقدم مساعدات يومية وتغطية تکاليف العلاج والطاقة والإجارات الشقاق وإشارات الزقية بينا تقرير رسمي أن العديد من مشافئ النمسا تعاني من نقصا حادا في العاملين بكافة الاختصاصات حيث تم إغلاق حوالي ألفي سرير في كافة المقاطعات وسجلت مستشفيات فيينا التابعة لاتحاد الصحة فيكيف نحو تسعمائة وتسعة وأربعين سريرا مغلقا حاليا ويعاني المرضى من حالة انتظار العمليات لعدة أشهر وازدحام العيادات والضغط على العاملين في المستشفيات وبالتالي تتعامل المستشفيات مع المرضى الأكثر حاجة فقط حيث يتم التحضير لموجات العدوى المستقبلية وقد تم إغلاق أربعمائة واثنين وثلاثين سريرا في لينز ومائة وثلاثين في كيرتنين وسجلت سالسبوغ نقصا كبيرا في عدد العاملين أخيرا أنكر شاب سوري أثناء مقاضاته بتهمة تهريب أكثر من مئتي مهاجر وطالب لجوء إلى النمسا كافة أقواله التي اعترف بها سابقا وقدم السوري شهادته أمام المحكمة الجزائية في سالسبوغ وأبلغ عن عدم قدرته على تذكر اعترافه السابق بمشاركته في تهريب المئات حيث أوضحت بعض المعلومات أنه تعرض للترهيب والتهديد في السجن ذلك من قبل باقي أفراد العصابة وتشير التحقيقات لأنهم كانوا يأخذون عشرة آلاف يورو عن كل شخص قادما من سوريا إلى أوروبا وقد تم تأجيل القضية دون تحديد موعد جديد لها كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شكراً لحسن المتابعة لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم ليصلكم منا كل جديد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر